يعني اليوم الشريحة الباركودي يمكن اللي بيستعملوها ابتدأوا فعلا في بيستعملوا مع الحيوانات حتى يعرفوا لأنه في أمريكا مثلا البقر مثلا بيرعى في مئات أو آلاف الهكتارات لحاله كيف يعرفوا من الشريحة من العلامة وعم بيحاولوا يعطوها لبعض من الناس المرضى ولسيما اللي صعب يفكر عقليا يعني في ناس عندهم مشكلة عقلية أو حتى بعض الناس اللي عندهم مرض الزهايمر ممكن يعطوا الشريح بس هون بيتكلم عن علاج مرض مش بيتكلم عن ارتداد ولا يتكلم عن عبادة شيطان أو عبادة تقوحش هذا الفرق اللي عاوز أقوله الناس اللي بتربط الكورونا بالعبادة الوحش فإذا محتاجين انميز أنا ما بنعرف شو هي العلامة إذا كانت بار كود واليوم حتى في أمان كتير يعني العلامة بتكون مخفية هل هذا الشيء صعب؟ اليوم في أغلب مطارات العالم الباسبورت فيه شريحة الكريدت كاردز فيهن شريحة بتفوت على المطار بيفحصوا عينك بيفحصوا البصمة المعلومات صارت مركز في كل العالم يعني أي معلومة عاوزين يعرفوها عادة عن السيارات فيها شريحة عادة عن يعني أي شخص الآيفون الجالكس التواصل اجتماعي أي شيء كله صار متعارف عليه عالميا بس هنا ما في حدا أعطاك خيار إذا أنت بتأخذ هذا الآيفون لازم تعبد الوحش لا أو إذا أنت أخذت بتأخذ التطعيم لكن بشرط إنك ترفض المسيح لا هذا الشيء رح يكون واضح والمؤمن رح يكون واضح إنه يرفض أو ينكروا في جماعة رح ينكروا ويرفضوا هذا الشيء هذا الوحش ينصب نفسه في هيكل الله عاوز يقاوم المسيح سيضل الساكنين على الأرض كل الغرض ليبعدهم لاحظ ما عندوش مشكلة مع أي نبي آخر مع أي مؤسس آخر مع أي شخصية أخرى كل الغرض لاحظ كله ضد هوية وحدة ضد شخصية وحدة هو يسوع المسيح أليس هذا عجبا المفروض كل اللي بيشاهدوني تبتدي تبحث وتشوف ليه شمعنى إنه يسوع مع إنه الكامل والكل بيشهد لكماله الأخلاقي بلا خطيئة شمعنى يسوع المسيح كل الديانات والإلحاد وكل أنواعه رح ينضموا لهاي الشخصية ليبعدهم عن يسوع المسيح طب شو إذا الشاهدين عملوا معجزات طب ها النبي الكذاب رح يعمل معجزات كاذبة ويفرض قيود على الناس الناس رح تتعجب رح يكون في عبادة وطبعا في النهاية رح يكون في حرب أحبائي هاي السماء ما هياش هي الشريحة هاي السماء أحب أرى تكون واضحة علامة إنه الشخص بيختار ضد المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر